فترة كورونا واجهنا إجبارياً سياحة داخلية إجبارياً صار الموضوع الناس قعدت بالكويت فنشوف أنه أكثر من نشاط وأكثر من اتجاه اللي راح أكشته، اللي أجر شاليهات خاصة يعني غيره من إنشطة اللي اكتفى بالمجمعات التجارية والمطاعم وغيره من المشاريع حديقة شعب وشوبيز يمكن هذه ملاهي ترفيهية شوبيز من 2007 مدري 2008 وقضية ومحاكم وخلصت قضاياهم يعني ماكو شي خلاص بس مفروض أن ننتهي للقضايا إلى الآن هي مكان مسور وما ندري ليش مسور وحكشنو ولا تم إدراء أي شيء المكان الثاني هو حديقة شعب وهني عندي خبر أخلية بحكم قضائي وستخضع للصيانة ويعادة التأهيل حديقة شعب ملعب للريح هذا الخبر في 21 يوليو 2017 قبل ثلاث سنوات ونص تقريباً وحتى صورة حاطين صورة القفل اللي على البوابة شارين القفل ودينار و750 فلس روحوا حديقة شعب اليوم ما نروح عند حديقة شعب اليوم هذا المرفق اللي مسكر من ثلاث سنوات ونص شوفوا في شيء سووا في شيء أصلاً ثلاث سنوات ونص خلاص سكرت المكان وخلصت وأن الشركة اللي كانت قاعدة تشغل هذا المكان ما طورتها بحدي حجتهم كانت فأنتوا بتطورونا ثلاث سنوات ونص هذا المرفق على البحر بمكان حيوي مكان ترفيهي للأطفال بأسعار معقولة ما هي مبالغ فيها حالة حالة مدينة الترفيهية اللي أيضاً مو موجودة ما ندري مينة بتصير ومعك شيء ساعة دي وقتك مواجهة بس ساعة بس